قعدت رمضان حلوية جدا عن شهر الاحسن كل عباد رمضان كريم فتح يا عليم ثلاثين يوم فيه أنا وسعادة يا مسائل هنا ومسائل السعادة على كل مشاهدين الصحة والجمال في بيرناميككم أكلة بسيطة مصرية كل سنة وإنتوا طيبين رمضان كريم يارب يعود علينا وعليكم كل الأيام بخير وتكونوا في الصحة وسعادة نعرضه إن شاء الله بإذن الله نعمل بحضراتكم فطار خفيف ولزيز واقتصاد 100% يطلب مننا كتير وعشان طلباتكم أوامر بدأنا نعمل فيها على طول باستمرار أول حاجة معايا فرخة جبتها 2.5 كيلو خليتها من العدم خالص إن شاء الله يبقى لنا برنامج خاص للخالي الراجل الفرارجي ممكن نخليها خليتها من العدم ضفت عليها 1 عدد من البصل 2 عدد من الفلفل خضرة شبت وبقدونس وكسبرة وشوية من التوابل وسنة الملح وفرمتها في الكبة أو عند المفرامة الكبيرة عشان نطلع أحلى كفتة فراخ بالجلد بكل حاجة بالوراك من غير عظم خالص نهائي وضفت معايا حوالي حتة بصغيرة من الدهن الضاني لو حابين تعملوها بتطلع تركة جميلة وطعم ممتاز قوي معانا هو فرمت معانا وش واحد كامل الفرخة كاملة 2.5 كيلو أو 2 كيلو زي ما حضرتك هتجي بيها على حسب عدد أفراد الأسرة هنطلع منها النهاردة 3 حاجات الصنف الأول يكون المكرون البشاميل الصنف الثاني هيكون صنية البطاطس بالكفتة بطريقة حلوة الصنف الثالث هيكون كبة البطاطس بالطريقة برضو جميلة وإن شاء الله وسهلة وأول ما نبدأ نقول باسم الله وبركة الله هعمل لها الديكوريشن أو الشكل بتاعها الجميل أحط لها شوية من الجزر أنا أضيف عليها البصل ضيف عليها الخضرة ضيف عليها الفلفل وأضيف عليها شوية من التوابل السبع توابل الجمال بتوعي رمضان كريم بيحب كل كريم دايما في المطبخ أو طول بتاعنا بسم الله على بركة الله سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم وشوية من الفلفل اللي أصمر ضيف طبعاً أنا الملح في الفارم بعد كده أبدأ معلقتين من الدقيق معلقتين من الدقيق بسم الله ضيفنا التوابل ضيفنا التوابل ضيفنا الملح معلقتين من الدقيق معلقتين من البقصمات الناعم خلطة الفراخ موجودة عند العطار معلقتين منها بعد كده أبدأ أفرومة كويس أولاً أعملها هرسها كويس جداً بسم الله الكفتة بتسيب مننا في الفرن الكفتة بتسيب على الشوية من نفس التركة أهم حاجة عندي يكون فيها نسبة من الدهون عشان ما تسيبش مننا تاني حاجة يكون مفرومة كويس ونخليها في التلاجة بتاعتنا حوالي عشر دقيق بالزبط والمقادير معنا على الشاشة على طول تسلم يا عم جمال بعد ما هلسناها كويس هنتخليها في التلاجة عشر دقيق بالزبط بعد كده نجيب صنية الفرن وننزل بيها بشوية من الجزر فرسة من تحت هي أعمل لها وشة وأعمل لها تركة جميلة جداً بطعم جديد مختلف خالص بسم الله بصلة ضفنا الخضرة ضفنا الفلفل ضفنا البصلة ضفنا في الصم من التوم فرمناهم بالفراخ كاملة بعد كده عملنا حوالي اتنين عدد من البطاطس مقطعين شرايح عملناهم في الزيت خفيف زيت خفيف خالص على الخفيف تشويحة خفيفة عليها عشان البطاطس مش هتاخد معايا وقت كتير الكفتة مش هتاخد وقت زي ما احنا شايفين اهو واحدة واحدة مع حضراتكم اهو واحدة بتركة بسيطة وسهلة عشان أكلتنا أكلة بسيطة مصرية في العزمات وفي رمضان وبعد رمضان ان شاء الله معاكم اي طلبات تطلبوها اوامر لينا لازم ننفذها بعد كده اصبع الكفتة بتاعتي اصبع الكفتة دواير صوابع اي حاجة زي ما احنا عايزين ابصمها بايدي اه واضغط عليها سنة صغيرة بسم الله زي ما احنا شايفين حضراتكم اهو الكفتة متابلة تدبيلة كاملة الحتة اللحمة الضاني او الدهن الضاني اللي احنا بنحطها فيها هي تركة مختلفة شوية بس لكن بتدي طعم جميل اوي اوي فيها صبع يا محمد ننزل على طول واحدة بطاطس واحدة فلفل دينا يا محمد نقطع شوية من الرومي حرق على حسب الرغبة عشان نعمل أحلى صنية بطاطس وعملت السوس بتاعها السلسة بتاعتها هي عبارة عن البصلة وفصين من التوم وقرنوا واحد من الفلفل معلقة من الخل ثلاث حبيات من الطماطم كبايتين من المية ضربتهم في الخلاط ونزلت عليهم سبكتهم صفيت المية منهم شوية بسيطة سبكت معايا اللي عايز يخليها على كده ويديها جبنة ما فيش اي مشاكل اللي عايز يعملها بالسلسة ما فيش اي مشاكل حاجة تشغل معانا نرص رصة كاملة ايه واحدة من الفلفل والبطاطس عشان نعمل أحلى صنية كفتة عايز ينعملها بالبقسمات ان شاء الله برضو لها كزا طريقة هنعملها بالبقسمات وهنشويها على الفحم ونشويها على الفرن من غير تعب خالص ومن غير أي مجهود الخضرة الجميلة عشان نشكل أحلى صنية بنفس التكرار اقرر في أي صنية بتاع الفرن تطلع معانا جميلة بتركها ممتازة وسهلة جدا واقتصادية 100% بتيجي معايا حوالي كيلو نص بالزبط صافي أو اتنين قلة بالنسبة للفرخة وبستفاد من الهيكل بتاعها بخليه أعمل بيه شربة أو أي حاجة شكرا محمد بعد كده هنزل الفلفل عليها ياهو عشان الشكل الجميل أخد بقى الصلصة بتاعتها أديها شوية من الصلصة ودخلها لدرجة الحرارة الفرن 180 لمدة تلت ساعة بالزبط بسم الله تطلع معايا بالصلصة الصلصة لازم يكون ناشفة شوية ما يكونش مادة سايلة قوي عشان الكفتة تطلع معايا نسبة دهون والبطاطس بتاعتي لما بحمرها في الزب بيكون زيت خفيف خالص في الطاصة زي ما احنا شايفين اهو قدام حضراتكم بنسويها فورية على طول وديها شوية من التوابل الجمال بسم الله وقاد صنية البطاطس بالكفتة الجميلة كفتة الفراخ نخلها الفرن نخش على الصنف التاني الماكرونا البشاميل ماكرونا البشاميل اللي خدنا من نفس الفراخ قبل ما نعملها الخلطة ضفنا عليها بصلة وجزرة والخضرة طبعا فيها هي خضرة حالة الشبت والبقدونس والكزبرة وعصاكتها بمعلاقة من السم لحد ما نشفت معايا زي ما احنا شايفين اهو هنديها شوية التوابل بعد كده تعالى نروح للحاجة الاساسية عشان البشاميل الاساسي في كل حاجة اساسي في الماكرونا بتاعتنا ما يبص من حضرتك او يكلكع او يحصل فيه كتل مش كويسة ثلاث معالق زيت معلقة تيم من السم مضيفهم وعلى نار هادية لازم يكون نار هادية النار بتاعتي يكون هادية وانزل المضرب الحامل وانزل بالتلاث معالق من السم تلاث معالق من الدقيق معلاش واقلب على طول النار عندي كده لو عالية اروح شايلها على طول من مكانها لازم يكون نار هادية اصب الاول انا شلتها عشان الزيت بتاعي والسم غلي كتير هيغير اللون بتاعه الدقيق عشان يطلع مع حضرتك بكل مصداقية البشاميل اللي بتاعنا يطلع مزبوط مية في المية لازم ما يكونش النار تحتيه عالية خالص بعد كده بجيب اللبن بدرجة حرارة الغرفة عادي جدا عادي 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 هات المغرفة بسم الله انزل على طول بعيد عن النار انا بعيد عن النار انزل بالحليب اقلب الاول لو احنا شفنا على طول هيبدأ يعمل كتل معايا اقلب باستمرار انزل يا محمد على طول انزل انزل مع حضراتكم واحدة واحدة انا بعدت عن النار عشان الزيت والسمن كان كتير كان بيغلي جديد فنزلنا غير اللون بتاعه غير اللون بس يغير اللون انزل على طول انزل بالحليب بعد كده هرجع تاني بعد ما اتعمل مادة سيلة خلاص انا كده الجانس العجيم كله اول دقيق مع السمن مع الحليب انزل شوية شوية كيلو من الحليب تلات معالق من الدقيق معلقتين من الزيت معلقتين من السمن وانزل على نار هادية بعد كده علم النار مفيش اي مشاكل انزل كم يا محمد بعد ذلك انزل انزل شكرا كده المقدار اللي انا عايزه كيلو من الحليب تلات معالق من الزيت معلقتين من السمن تلات معالق من الدقيق نزلنا على نار هادية بعد كده هرفع النار بتاعتي ما فيش اي مشاكل بسم الله هرفع النار والمكرونة بتاعتي سلقناها والمقدار قدام حضراتكم على طول مع الشاشة على الشاشة تمام اهم حاجة في تركة البشاميل يكون على نار هادية اهم حاجة في تركة البشاميل لازم تكون على نار هادية ماينفعش على نار عالية وانزل كل حاجة مع بعضيها هيعمل لي تربانة او هيعمل القلق معايا مش كويس جدا بعد كده احنا عصاجنا الفراغ بتاعتنا في البصلة ونزلناها معلقة من السمن وبعدين نزلنا عليها بالفراغ بعد ما عصاجناها شوية نزلنا عليها بالجزر وهننزل عليها بمعلقتين من الصلصة اختياري اللي عايز اللون الاحمر شغل هيشتغل هيشتغل ننزل باللون الاحمر اللي عايز البشاميل يكون باللون الاحمر ما فيش اي مشاكل ونقلب الاتنين الماكارونة سلقناها في مية كتير يكون بتغلي خطينا معلقة من الزيت ومعلقة من الملح ونزلناها قاعدة حوالي عشر دقايق ما يكونش السوء بتاعها سوء كامل لازم يكون الماكارونة سليمة مش مهرية صحيحة بعد ما نخشر على البشاميل نص كيلو من الماكارونة نص كيلو من الماكارونة على نص كيلو من الفراخ واحد عدد من البيض معايا كريمة لباني او اشطة او كريمة نباتي على الدسم مش شغال هنطلعها صينية الفرن يكون مدهونة سمن بسم الله يكون مدهونة سمن الصينية بتاعت ايه هنزل بشوية من البشاميل اول ما يخلص على طول دهان الصينية سلقنا الماكارونة مية كتير معلقة من الزيت معلقة من الملح عدد حوالي عشر دقايق تطلع معانا اللون الجميل زي ما احنا شايفين الماكارونة بتاعتي سليمة او صحيحة ما بتاخدش السوى كامل ما يكونش متعجنة زي ما دي شغالة مهمة ده نور بعد كده وعملنا طاجن الفراخ خلينا الفرخة كاملة اللي عايز يعرف طريقة الخالية كاملة يخش على اكلة بسيطة مصرية في اليوتيوب الشيف ماجد فوز حمزاو ان شاء الله عامل كل الطرق بس بإذن الله هنجيبها لحضراتكم برضو هنا بتفصلها وبطريقتها المناسبة او الراجل الفرارجي بقى يخليها كاملة مفيش اي مشاكل اشتغل مفيش لا مش شغال اه شغال كهرباء بس مش شغال اي واحدة بعد كده عصقنا الفراخ بتاعتنا بالبصل والجزر والخضرة وحطينا عليها معلقتين من الصلصة معلقتين من الصلصة وقلبناها خلت اللون زي ما احنا شايفين حضراتكم على طول اهو بس بجازة اشتغل اول وعدها احراجي عم جمال نطلع فاصل ونرجع على طول ما حضركم اشتغل 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 احراجي بس seguiyeم ورجعنا مع حضراتكم تاني بعد ما عملنا كفتة الفراخ عملناها خلينا الفرخة خلينا الفرخة وزنة حوالي اتنين كيلو ونص بعد ما خلناها من العظم خالص حطينا عليها بصلة حطينا عليها اتنين عدد من الفلفل حباتين من اتنين عدد من فصل توم شبت وبقدون سكزبرة اختياري خضرة جميلة جدا بتقوغ هزل مناعة في كل حاجة بيبقى ممتازة فرمناها في الكبة او في المفرمة ما فيش اي مشاكل بعد كده دخلناها التلاجة حوالي عشر دقايق بعدين ضفنا عليها الجزر والتوابل بتاعتها الجميلة بعد ما خلصناها قطعنا البطاطس شرايح شوحناها على الجريلة او على الطاصة او على اي حاجة بزيز او حاجة بسيطة بحيث ان يكون نسبة الدون بتاعت النسبة يكون خفيفة وسهلة بعد كده دخلنا على صنف التاني بعد ما دخلنا صنية البطاطس بالكفتة الفراخ دخلناها الفرن عملنا مع حضراتكم البشاميل مكارونة البشاميل سلقنا المكارونة في مياه كتير معلقتين من الزيت معلقة من الملح هقاعدت حوالي عشر دقايق بعد كده عصقنا للفراخ الجميلة عصقنا الفراخ بواحد عدد من البصل والفلفل والجزر زي ما احنا شايفين او بعد كده عملنا البشاميل تلاتة تلاتة عدد من معلقة الزيت معلقتين من السمن سخن السمن والزيت حاجة بسيطة اهم حاجة زي ما اتفقت مع حضراتكم لازم يكون على نار هادية نزلنا بالدقيق غير اللون بتاعه بعد كده نزلنا بالحليب تدريجيا واحدة بواحدة مع التقليب المستمرة على طول عشان قوام البشاميل ليطلع معي مصبوط وليطلع حرير تمام زي ما انتوا شايفين حضراتكم لازم على نار هادية في الاول بعد كده رفعنا النار على النار العالية ونبدأ نقلب باستمرار قال لي محمد ياخد القوام التقيل زي ما احنا شايفين حضراتكم ها بدأت القوام يتقل معايا جبنا الصينية دهناها بالسمن البولا اللي استلز اللي كان فكرت دهناها بالسمن والصنف التالت معانا هيكون كبة البطاطس هنعملها بطريقة ممتازة جدا ويكون سهلة لحد ما البشاميل بتاعي يخلص هنخش على كبة البطاطس هنخش على كبة البطاطس وهو يعبارة عن اتنين عدد من البطاطس مسلوقين اتنين عدد من البطاطس متضاف عليهم معلقتين من الدقيق بسم الله لحد ما البشاميل لي يخلص معي احنا كده اعتبر البشاميل لي خالص عشان الوقت ما يعدش من حضراتنا مع حضراتكم اتنين عدد اتنين من الدقيق معلقتين من صميت البسبوسة متضاف عليهم تلات معلق من المية نصفينهم كويس نصفينهم كويس جدا معلقتين من الصميت صميت البسبوسة بعد كده اضيف الكركم والبابريكا اللون بتاع الجميل شوية من الملح حاجة خفيفة خالص سلقنا البطاطس ضفنا عليها الكركم وضفنا الملح وضفنا معلقتين الدقيق وضفنا معلقتين الصميت هنضيف شوية من الفلفل الاسمر واهرس كويس جدا معايا لازم العجينة تتهرس كويس مع الدقيق والبطاطس والبقصمات والتوابل الجميلة والملح هاتل بتاعدي البولا ايه اضيفها في البولا الاستالس حاجة كبيرة شوية وبايدي وابدأ اهرس لازم اخدمها كويس جدا هنعملها بالبرغل ان شاء الله اف مرة باللحمة اهرس كويس جدا كله مع بعض اه البطاطس والكركم والبابركة والتوابل ورشة الملح والبقصمات والصميت معلقتين من الصميت بتاع البسبوسة ومعلقتين من الدقيق بعد كده بعصاج لها نفس التكرار لحمة تقل البشاميل خليك مع البشاميل معضر بعصاج لها لحمة واحد عدد من البصل نزلت بيها من نفس الفرخة اللي انا اخدتها جزقتها تلات اجزاء هنعمل عمالنا محضراتكم كفتة الفراخ وهنعمل البشاميل من نفس الفرخة وهنعمل كبة البطاطس هننزل بالجزر اختياري فلفل الوان ماشي ما فيش اي مشاكل شوية من الخضرة الجميلة شبط وبقدونس والكصبرة بتعمل تركة حلوة جدا واديها شوية من الزيتون مخلي واقلب كله مع بعضه مع السبع توابل مشكلين بسم الله سنة ملح خفيفة بسيطة من الملح حاجة خفيفة خالص بحيث ان انا اطلع من الاخر مكون كامل ملح يكون بسيط ما يكونش كتير واقلب على النارة عطول باستمرار اهو مع الزيتون مع الخضرة مع الجزر لو فيه فلفل الوان ما فيش اي مشاكل مع الفراخ يعمل لي كوم كبير كتير يعمل احلى طبق للكبة بعد كده بجيب الكبة معايا البطاطس وعملها زي الكويرات الصغيرة اه وابدأ اعمل فتحة من النص اه بسم الله واحدة واحدة مع حضراتكم اي كاملة اه بعد ما حطينا الصميت وحطينا البقصمات وحطينا الدقيق مع البطاطس المهروسة عملناها زي الفنجال بالزب حشوة كاملة وننزل بيها في الحشوة الحلوة الجميلة جافة ما فيهاش اي مواد سيلة خالص ما فيهاش اي مية عشان ما تبواصي الدنيا معايا وانزل بالمتاع الحشوة الجميل مع الزيتون مع الفراخ الجميلة مع الصجنة تعصيد كامل حلو جدا مع حضراتكم اه بسم الله نكمل البشاملة على طوله حمد الله ننور ننزل نقفلها واحدة واحدة مع حضراتكم سهلة جدا وبسيطة ممكن نخزنها نعملها ونفرزها في التلاجة نفرزها على حسب الطلب تتفرز الاول وهي واحدة واحدة بعد كده بنلمها في كيس نايلون ونشتغل بها عادي زي ما احنا شايفين ابس بسم الله وعمل لها الشكل بتاعها شكل الكوبابة بضغطة بسيطة خالص من فوق واحدة بواحدة مع حضراتكم اهو بسم الله كده الكوبابة ايه وفي زيت وانزل بيها نفس التكرار هكرر زي ما انت تقلوا شوي هكرر نفس التكرار على طول على نفس النظام نعمل استاذة يكبار سلام عليكم عليكم السلام واسلام بركاته ازيك يا استاذة يكبار كل سنة وانت طيبة وانت طيبة بكي شو ما جد عمل ايه كل صاحب ارتك طيب تسلم يا غالي الحمد لله يا اخبارك تمام الله يحفظك تمام والله يزال فل عندك اي سؤال اه والله ان حبيت اتصل واسلم عليك واسألك بعض الاسئلة امرين وبعد الاسئلة امرين نعم يا استاذ مرحبا استاذ اشرف سلام عليكم استاذ اشرف سلام عليكم شكرا لاتصالك يا فندي معوقعنا لاتصالك عه طول نفس النظام نفس التقرار بنكررها ننزل بالحشوة الجميلة ونقفل ونعمل لها الشكل الكامل تطلع معاكم قبل الفطار بعشر دقايق وهي سخنة جام بيبقى طعمها جامد جامد حلوة جدا نفس النظام تريكات بسيطة وسهلة جدا وفطار بيكون فطار تشكيلات من صنفه واحد بس مش من كزا صنفه بالزيتون والفراخ الجميلة والخضرة والله كده معايا البشاميل اللي خد القوان بتاعك خلاص كامل يا موزياد سلام عليكم موزياد بعد ما خلاص يا موزياد القوان بتاعها تطلع اهو معايا هنزل بالقشطة اخر حاجة او بالكريمة اللباني تنزل اخر حاجة مع مع ازاك يا موزياد مرحبة وانت بكمان الصح يا موزياد تسلم تسلم ايدك وتسلم عليك على حاجات الجاملة تسلم الله يحفظك تسلم تسلم الماكرونة يا موزياد نخلصها هي تسلم ايدك تسلم نزلنا بالمكارونة عندك اي سؤال نزلنا بالمكارونة عينينا حاضر القطيف على طول حالة يا موزياد حاضر هات اللحمة نزلنا بالمكارونة هننزل عليها باللحمة مشان نعملها طبقات كلها تشكيلة في قلب بعضية بيبقى طعمها جامد غيروها بس لبقى مية مية ممكن نعملها طبقات طبقة وبعد كده خليها في النص كاملة زي ما احنا شايفين اهو بعد كده انزل بشوية من التوابل وانزل بشوية من البشامل باسم الله محمد سلام عليكم قالو قالو سلام وشوية من الملح يا ممحمد قالو سلام عليكم كل سنة انت طيب يا شيف وانت بكمال الصحة تسلم عن محمد عملي يا صف تسلم الله يحفظك بعد ما قلبت محمد الفراخ معه تسلم الله يحفظك عايز عندك اي سؤال تسلم عفوك بكل سنة انت طيب وانت بكمال الصحة يا محمد تسلم الله يحفظك تسلم وانت بكمال الصحة يا غال قلبنا الفراخ وحطينا معلاتين من البشامل وحطينا التوابل حطينا سنة من الملح خفيف winter هناخد شوية من البشاميلي تاني في الصينية من تحت بسم الله عشان اخلص عايزين تتقلوا القوام في ادينا واحنا شغالين ما فيش اي مشاكل نقلب خدنا القوام اهو ايه اهو ممتاز عايزين نحط جدنا متزرلة وتطلع مططية زي ما هي كده تطلع بسم الله مع نص كيلو من الماكرونة نص كيلو من اللحمة بعد مع الصجناها نزلنا عليها معلقة من البشاميل ونزلنا اللحمة مع الماكرونة زي ما احنا شايفين حضراتكم اهو بعد كده لو عايز اضيف جبنة متزرلة اضيف الجبنة قبل قبل الطبعة الاخيرة في البشاميل عشان تطلع مططية صح بعد كده ننزل بالبشاميل بسم الله ننزل بالبشاميل على الوش اهو لو حضراتك عايزة تعمل بالموتزرلة تحطيها قبل البشاميل للطبعة الاخيرة عشان تطلع مططية عشان الجبنة تسيح على طول باستمرار وتطلع مططية ممتازة ننزل لها تحت محمد زي ما احنا شايفين اهو القوام قوام البشاميل لو سبناه شوية على النار هيطلع معاكم برضو ممتاز ومية في المية قال لي يا محمد كبه بعد كده بشوية من الجبنة المبشورة انزل بيها في الوش الجميل نعمل لها تركة جميلة ووش حلو جدا اهو منديل يا فوزي ووصفة البشاميل من اول وجديد انزل وصفة البشاميل لتلات معالق من الزيت معالقتين من السم تلات معالق من الدقيق تلات معالق من الدقيق على نار هادية لازم يكون على نار هادية وانزل اخد اخد لون او غير اللون بتاع الدقيق بعد كده بنزل بتدريجيا انزل تدريجيا بالحليب شوية شوية انزل تدريجيا بالحليب شوية شوية لحد ما ياخد القوام اللي انا محتاجه قوام تقيل اهم حاجة عشان ما يتكالكشم مع حضرتك زي ما اتفقنا من الاول مرة واتنين وثلاتة لازم يكون على نار هادية وقادي الكبة بعد ما باخد القوام التقيل بحط له اخر حاجة القشطة او الكريمة اللباني اخر حاجة بعد كده عملنا الكبة وهي عبارة عن بطاطسيتين مسلوقين متضاف عليهم معلقتين من الصميت معلقتين من البقصمات معلقتين من الدقيق متضاف عليهم التوابل سنة الملح عملناهم كويرات بسيطة صغيرة ايه وحطينا الحش بتاعها على الصجناب البصل والزيتون والجزر عايزين تحطوا في الفل الوان ما فيش اي مشاكل ونطلع فاصل ونرجع مع حضرك موسيقى 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 ورجعنا مع حضراتكم تاني على الحلوة بتاعنا هنعمل النهاردة الحلوة القطايف هنعملها معجنات ونعملها هنعملها معجنات ونعملها قدام حضراتكم حالا بالقشطة والبسبوسة وهي عبارة عن كوبايتين من المية متضاف عليها معلقة من السكر رشة ملح متضاف عليها معلقة من الخميرة استاذ سيد سلام عليكم استاذ سيد مرحب بيك يا غالي استاذ سيد مرحب بيك يا غالي والله الحمد لله الله يحفظك تمام تسلم لي انا عايز اعرف اقمرنا Lobar تحت عمرك يا باشي تحت عمرك كفتة وعايز اعرف طريقة الجلاشة يا فانم حضرتك يعاني انا يا فانم تحت عمرك تحت عمرك حضرتك سيد رجب مسقار يا فانم ماشية السيد شكرى اللي تصالك يا فانم نورتنا يا باشا يا مرحب بيك يا غال يا مرحب بيك معلقة من السكر معلقة من الخميرة رشة الملح هنضربها في الخلاط مع 3 كبيات من الدقيق 3 كبيات من الدقيق بالزبط بعد 5 دقايق او 10 دقايق يختمروا نقلبهم كويس جدا بعد ما ضفت معلقتين معلقتين من المية معلقة من السكر رشة ملح معلقة من الخميرة ضربتها كويس في المية بعد كده حطتها في الخلاط ضفت عليها 3 كبيات من الدقيق يطلع القوام زي ما احنا شايفين اهو القوام بتاعها قوام القطايف وحطت عليها ربع معلقة من بيكاربوناتو السوديوم الكاربوناتو وقلب كويس بعد ما اختمرت حوالي 10 دقايق بالزبط اختمرت 10 دقايق نبدأ نقلب لازم نقلب كويس استاذة السراء السلام عليكم السلام عليكم اهليني يا استراء مرحبا ازاي حضرتك تسلم يا غير الله يحفظك تمام عايزة طريقة عمل البقلوة عايزة ايه طريقة عمل البقلوة عينينا حاضر حاضر تحت امرك عينينا عمل بلح الشام بلح الشام اه تمام 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 شكرا يا استراء عجين تلقى طايفة دي نفس التكرارة ونفس النظام بنقرارها اه بننزل بالدقيق بعد ما نزلنا بالمية ممكن حضرتك تعمليها في الخلاط بيبقى احسن وننزل والمعادير قدام حضرتكم يا عم جمال شكرا للمخرج الجميل الاستاذ واقل معانا الاستاذ واليد الاستاذ واليد عمارة ما عليش عايش اسي غلط يا عم وليد غلط شكرا للمخرج الجميل بتاعنا الاستاذ واليد عمارة دقا معانا بكل حاجة ان شاء الله عليه في الاخراج والحاجة الجميلة قبل التصوير وبعد التصوير على اي حاجة بعد كده بنغطيها ونسيبها عشر دقايق ونبدأ في القلقة بتاعتنا او في التصوير بتاعتنا بيكون طلع يا محمد بالزي طلع اللي تالح يا دي نزلها تحت هاتمن دي يكون خالية خالص من دهون طريقة القطيف ايه بتعمل على جريلة او على الصاج او على اي صنية شغال مفيش اي مشاكل استاذة سمر سلام عليكم مع عليكم السلام زي كاسف ماجل زيك يا استاذة سمر مرحبا عامل ايه والله الحمد لله زي الفل والله ربنا يحظم من ايديك يا رب والصيام والحياة الجميلة بقولنا كاسف ماجل ما بتاعمل في مخليلات ليه بنعمل مخليلات يا باش انت تؤمر يا واحنا نعمل والله العظيم اللي انت عايزة اقولي عليه خلاص ماسع اهو اهو يا سمر اهو المخليلات والله العظيم بصل وليمون وفلفل وكل حاجة الحياة الجميلة اهو على عنين يا باشا ونعمل لك حلقة خاصة كلها للمخليلات على عنين ساحت امر اطلب بس وانتوا حدنتوا احنا ننفذ وهذه الكابة الجميلة اهو يا سمر حاجة جميلة وبسيطة اه شكرا لاتصالك يا فنم بعد ما قلبنا العجين بتاعنا كوبايتين كوبايتين المية ومعاها الدقيق ما يجيبها هنا ولا فين عما عايزة هنا والله العظيم ما عارف عما جماعة مش عارف ايه والسام بيأسر ولا ايه وادش هتلبقى الدونس بتاعتها على السام باين كده باين السام السام ما أسر جامع بعد كده بننزل كوبايتين المية معلقة السكر رشة الملح معلقة الخميرة رشة دي كربوناتو السوديوم ربع معلقة تلات كوبايت من الدقيق بقلبهم كويس جدا بس يبهم يختمروا حوالي عشر دقايق الله ينور طلع اللي تحت يا باشا طلع اللي فوق طلع الكفتة طلع براحتك خالص دي له منديل مش هتنفع لو ماشت منديل براحتك خالص يا باشا اسلام ايدك انزل يا باشا عالجمال والدلع للصح والجمال يا عم وليد مدام غادة سلام عليكم قال له سلام عليكم اه زك يا سيد زك يا والسادة مرحب الحمد لله عام الان مدام غادة مرحب بيك عهل ما سهلا يا سيف انا عايزة بس منك مشاعدة حد من اهل الخريس عايزة عينينا يا سيدة الكل سيبي تليفونك في الكنترول واحنا ان شاء الله نتابع معك بازن الله ان شاء الله هل يعني طلعنا كفتة الفراخ بنفس الطريقة وبنفس المنظر وبنفس الريحة الجميلة تطلع قبل الفطار بنص ساعة بنفس التركة نفطر على طول ان شاء الله بإذن الله على خير بعد كده بجيب القطايف بتاعتي بعد ما اختمرت بعشر دقايق بنزل سنة بتركة واحدة بالراحة بالمغرافة او في ازازة او بالكباية مفيش اي مشاكل وننزل بسم الله على التوجهز الجميل ده واحدة واحدة مع حضراتكم اهو واحدة سيام سيام اثر خالص ننزل شوية شوية هنشوف الوقتي الفتحات او الفجوات بتاعيتها الجميلة صبت البت ايه اللي القطايف بيستطيع رأي سهلة جدا وبسيطة جدا واقتصادية جدا جدا بنطلع احلى القطايف احلى شغل واما حاجة في القطايف ان هي اول ما تطلع على طول معايا من الطاصة او من الجريلة او من الصاج بنغطيها على طول باستمرار عشان تطلع معايا طرية وتفضل باستمرار طرية معايا اه اجيب القشطة او حشوة البزبوسة او المكسرات والشرباء بتاعها هو عبارة عن تلت كبيات من السكر تلت كبيات من السكر متضاف عليه كبايتين من المية مع اصير اللمون لو عند حضرتك فيه عسل كولوكوز بيباع عن نخامات الحلواني ما فيش اي مشاكل يطلع معاكم ممتاز القشطة تلت معالق من النشا كباية من الحليب بنزلها على النار وبضيف عليها كريمة لبانية او قشطة ونضغط اهو زي ما احنا شايفين اهو طلع احلى طايف بعد ما تطلع معانا من وما قدرش تربط على الشاشة على طول بسم الله هاتمع با قاد الجمال والدلع عوية عم جمال على طول نطلعها من البتوجاز بسم الله ما شاء الله صحية وعلى بستي الشعبان سلام عليكم بستي الشعبان مرحبا الله يحفظك وستي الشعبان مرحب بيك كل سنة انت طيب كل عام وحرصك طيب وانت طيب يا باشا انت بكمال الصح يا غالي الله يخليه كفاية عندك اي سؤال يا رئيس بسم الله ما شاء الله الوصفات بتحرصك جميلة جدا بنحفظك يا باشا بنجزينك يا غالي كل من زوءك الله يخليه كل عام وحرصك طيب وانت بكمال الصح يا غالي بعد ايضا حرصك وانت عايز اعرف بس كفتة الحاتي تمام بالراحة خالص بالمغرفة وباخد حاجة بسيطة خالص او تركة بسيطة بتبدأ اما حاجة الفتحات الجميلة ونبدأ في زيت يكون زيت عادي جدا ونبدأ نيليها نحشيها قطائق نحشيها قشطة نحشيها بزبوسة نحشيها مكسرات اي حشوة زي ما انتو عايزين لا والله ديتين انا وانا مالي ولا ديتين يلا ازاي انا لسه اصلا ما خلصت تمام يا باشا على عنين يا عم يا عم وليد بناديج الصحة يا رئيس اسلام لي بس بوسة او عشان بيقول قدامك ديتين ديت طلع يا باشا الله ينور عطول على الغطا بتاقها لازم تت استاذ عبير السلام عليكم قالوا السلام عليكم استاذ عبير سلام عليكم ازاك يا استاذ عبير الحمد لله عمليها والله الحمد لله يحفظك او مرينا اخر حاجة ايه ممكن عجينة القطايف يعني عجينة القطايف كوبايتين من الدقيق معلقة من السكر رشة ملح ومعلقة من الخميرة وربع معلقة من بيكربونات السوديوم ونقلبها من كلهم في الخلاط يا معبير ونخليهم حوالي عشر دايق اما حاجة ان قبل ما اصباها في على الصاج لازم تتقلب تقليب كويس جدا لازم يقلبها كويس جدا الوقت عدة وسريع ويوم النهاردة يوم صيامي فعلا بجد عم جمل صح وقاد القطايف التانية الشربات بتاعها أبارة عن ثلاث كبيات من السكر كوبايتين من الميا واحد عصير لمون متضاف عليهم معلقة من عسل الكولوكوز معلقة من العسل الكولوكوز واسيبو عشر دايق بالضبط اهم حاجة يكون الشربات بارد والقطايف اه تطلع قدام حضراتكم كل حاجة بنعملها قدامكم حتى التسوية بيكون برضو قدامكم هاتل بشاميل عشان عم تجملها زليد هتخطب الوقت الزليد لا 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 عم جمال دقيقة واحدة يا اخي هاتل بشاميل طلع البشاميل الجميل فين الفوت ولا بسم الله ما شاء الله ولا حولة ولا كوة إلا بالله عالجمال والدلع والدلال والحاجات الجميلة السخنة اه وقاد الحلوة بتاعنا القطايف وقاد المخللات تنزل على العسل على طول اول ما تطلع تنزل على العسل طلع يا باشا الله ينور تسلم ايدك مشان الدقيقة نعمل صفرتنا بسرعة بسرعة كانت حلقاتكم النهاردة حلقة مش جميلة حلقة بسيطة واقتصادية مية في المية معلش احنا قاسفين للناس اللي اتصلوا بينا ومش عارفين نتكلمهم من طول الوقت لكن ان شاء الله ادخلوا على اكلة بسيطة مصرية على اليوتيوب على الشيف ماجد فوزي حمزاوي ويكون تحت امر حضرتكم في اي حاجة كانت معنا الحلقة النهاردة وشكرا لكم جدا شكرا للي اتصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة